اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حصة مغاربية وفيها نتابع استمرار تواثر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر صراع سياسي بسبب التعديلات الدستورية تواكبه حملة تحقيقات في موريتانيا واكتشاف مدينة أثارية في تونس تعود للحقبة الرومانية قبل بدء نقاش في محاور حصة مغاربية هذه جولة من الأخبار السريعة لهذا الأسبوع نؤكد رفضنا القاطع لما يتخذه رئيس المجلس الرئاسي السيد فعي الصراش ثلاثة أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي وهم فتح المجبري وعي القطراني وعمر الأسود أصدروا بيانا مشتركا بخصوص خروقات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بحسب تعبيرهم وأكد الأعضاء رفضهم لقرارات السراج خارج إطار صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي واصفين خطوات السراج بأنها ستؤزم المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتلحق الضرر بالجهود الجادة للوصول إلى حل نهائي للأزمة كشف بلاغ لوزارة الداخلية التونسية عن إحباط مخطط إرهابي كان يريد استهداف ثكانة عسكرية ومركز أمني بمنطقة الكاف التونسية العنصران الذين تم توقيفهما أقرى بعلاقتهما بتنظيم داعش الإرهابي وتكليفهما بالتخطيط للهجوم على الثكانة العسكرية بغرض الاستلاع على الأسلاحة والذخيرة الموجودة فيها بحسب بلاغ وزارة الداخلية التونسية هاجم إرهابي مقر مديرية الأمن في الجزائر بولاية التيارت وقتل على إثر الهجوم شرطيين جزائريين إضافة إلى منفذ العملية وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم فيما دعا وزير الداخلية الجزائري نوردين بدوي جميع أطياف الشعب الجزائري إلى الاتحاد في مواجهة آفة الإرهاب توزيع الكتب المدرسية في الجزائر على المؤسسات التربوية مع بداية الموسم الدراسي الجديد سبعون مليون كتاب تم طبعها في هذه السنة لضمان وفرة الكتب المدرسية بحسب تصريح المدير العام للمطبوعات المدرسية فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظره المالي بستة أهداف مقابلة لا شيء وعرفت الموارات سيطرة كاملة من المنتخب المغربي الذي يقوده المدرب الفرنسي أرلي روناد مباراة جرت في ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط وتأتي في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا عام 2018 منذ عام 94 والحدود المغربية الجزائرية مغلقة فتور في العلاقات الدبلوماسية جعل البلدين يدفع فتورة اقتصادية باهظة نتيجة هذا التوتر بين المغرب والجزائر آخر مسلسل هذا الخلاف جسده تصريح وزير الخارجية المغربي الذي اعتبر أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى نفق مسدود فما هو مستقبل العلاقات بين البلدين وما تداعيات ذلك على المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة نتابع التقرير ونبدأ النقاش العلاقة مع الجزائر وصلت إلى نفق مسدود على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية وأن التنصيق وصل لدرجة الصفر هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة فعلاقات المغرب والجزائر جامدة منذ سنوات ولم تشهد أي تطور وأن الزيارات الوزارية المتبادلة توقفت منذ أكثر من سبع سنوات غير أن إغلاق الحدود البرية مازال مستمرا منذ 23 سنة مباشرة بعد حادثة فندق أطلس إسني بمراكش ومثل كرة التلج كبرت تداعيات الحادث ليؤثر على التعاون الأمني بالتأكيد أن عدم وجود تنصيق أمني بين البلدين هي مسألة تؤثر بشكل أو بآخر على الوضع الأمني لكن هناك أيضا توازنات أخرى غير مرئية غير ظاهرة وهي أن الجزائر تمثل بالنسبة للمغرب ذلك الجدار مع ما يجري في ليبيا ما يجري في تونس في منطقة الساحل والسحرار منذ تأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1989 بمراكش كانت أهم أهداف الاتحاد هو تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء إلا أنها بقيت حبرا على ورق وتم تجميد نشاط مؤسسات الاتحاد آنذاك بسبب احتجاج المغرب على السياسة الجزائرية المناوئة لمصالحه في الصحراء المغربية تؤكد العديد من الدراسات الاقتصادية أن ضعف نشاط اتحاد المغرب العربي يكلف خسائر تجارية تقدر بأكثر من 6 مليار دولار وأن قيمة المبادلات التجارية لا تتعدى 3% من قيمة معاملتها الخارجية وهو الرقم الأضعف في العالم لكن مع الأسف هذا واقع واقع وأن الخلافات السياسية أثرت أيضا على التبادل التجاري وعلى العلاقات الاقتصادية غياب العلاقات المغربية الجزائرية سياسيا وإغلاق الحدود البرية أثر بشكل كبير على الروابط الأسرية تاريخيا كانت هناك مجموعة الأمور التي تميز العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائر أولها نضار مشترك من أجل التحرر تانيها أنه لم تكن للحدود وجود بتاتا بين الأراضي المغربية والجزائرية حتى أن حاليا في الشريط الحدودي هناك أسر مشتركة في الخطاب الملكي لعيد العرش لعام 2011 أكد العاهل المغربي محمد السادس على التشبث ببناء اتحاد المغاربي وتسوية المشاكل العالقة بين الجارة الجزائر وفتح الحدود البرية وإننا لملتزمون وفاء لأواسر الأخوة العريقة بين شعبين الشقيقين ولتطلعات الأجيال الصادق الصائدة بإعطاء دينامية جديدة منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة من أجل تطبيع كامل للعلاقات التنائية بين بلدين الشقيقين بما فيها فتح الحدود البرية يرى المراقبون أن تحقيق حلم شعبي البلدين في تسوية الأوضاع العالقة رهين بتعزيز الحوار السياسي الجاد الذي سيخدم التعاون الأمني أمام التهديدات الإرهابية وينعش اقتصاد البلدين ويحيي مشروع اتحاد المغرب العربي إكرام الأزرق قناة الغد الرباط نبدأ النقاش وأرحب بضيفي معنا من لندن الصادق أمين المحلل السياسي الجزائري أهلا بك كما أرحب معنا من الرباط بالدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز المغاربي لدراسات الأمنية وتحليل السياسات أهلا بكم وضيفي الكريمين وأسمحولي أبدأ مع دكتور منار دكتور بداية وزير الخارجية المغربي أعلن أن العلاقة مع الجزائر بين المغرب والجزائر وصلت إلى نفق مسدود على جميع المستويات كيف تقرأ هذه التصريحات وكيف تفسر وصول العلاقات إلى هذا المستوى أعتقد بأن هذا التصريح يفسره تصريح آخر لوزير الخارجي الجزائري مساهل منذ أيام لما أوضح بأن هناك حرب باردة تجري بين المغرب والجزائر حرب إقليمية تستمر تقريبا هي من أطول الحروب الباردة التي وردناها ثم أيضا تجري داخل المنظمات الدولية واضح بأن هذه العلاقات هي شبه ميتة التنظيم الإقليمي الذي هو اتحاد المغرب العربي أيضا هو ميت ويبدو بأنه في بعض المحطات كانت المؤشرات تحصف إلى سقف تقريبا المواجهة هناك تصابق على مستوى التسلح كما تدل على ذلك مجموعة من التقارير بمعنى تسلح كبير منذ سنوات ولكن دعيني أوضح بأن الجزائر تملك منذ استقلالها ورقة وحيدة وملف وحيد تشتغل عليه وهو العداء للمغرب وتوضف فيه ورقة ملف الصحراء وتستعمل فيه هذا الكيان الذي يسمى البوليزاريو ما لم تتغير الوضعية داخل الجزائر أعتقد بأنه من الصعب جدا أن تأخذ هذه العلاقات مصيرها الطبيعي هناك حدود مغلقة وهذه الحدود معروفة دوليا بأنها مغلقة اتضحت الصورة سيد عبد الرحيم اسمح لي أشيك معنا سيد الصادق ما رأيك سيد الصادق يعني ما سبب وصول العلاقات الجزائرية المغربية على مدى السنوات إلى هذا الحد حتى أن التنصيق وصل إلى درجة الصفر كيف تفسر هذه الأسباب التي أدرت إلى تدهور العلاقات أولا تحية لك وتحية للجمهور الغد العربي أهلا بك في الحقيقة دائما الإخوة الأشقاء في المغرب يعتقدون بأن الجزائر هي السباقة إلى العداء للمغرب وهي السباقة دائما لفتعال الأزامات مع المغرب وأيضا للأسف الشديد هذا شائع أيضا في الوطن العربي ولكن الحقيقة التاريخية المعروفة الموجودة والموثقة هي أن الجزائر كانت دائما ضحية لأخطاء مغربية كبيرة بداية من طائرة الزعاماء الخمسة لقادة الثورة التحريرية عندما حولت طائرتهم عندما كانت في طريقها من الرباط إلى تونس وبعض الجهات المغربية هي التي أوعزت لفرنسا بمرور الطائرة وبذلك تمكنت فرنسا من تحويل الطائرة واحتجاز القادة الثورة ثم في بداية الاستقلال المغرب هو الذي اعتدى على تحرمة التراب الجزائري عندما كان الجزائريون ما زالوا يلملمون جراحهم وما زال جراحهم تنزف من جراء حرب التحرير المباركة وأيضا عندما وقع اعتداء إرهابي في مدينة مراكش المغربية سارعت السلطات المغربية إلى فرض التأشير عن الجزائريين بدل التعاون مع الجزائر في محاربة الإرهاب وبدل مساعدة الجزائر في أزمتهم إذن الجزائر دائما ضحية التصرفات الإخوة في المغرب ولكن ردود الفعل الجزائريين عبر التاريخ وموثقة أيضا دائما كانت ردودا معتدلة ولعل السياسة الخارجية الجزائرية في المنطقة العربية وفي إفريقيا تدل على أنها سياسة معتدلة واعترف بها العدو قبل الصديق لأنها سياسة معتدلة إتضحت الأسباب التي ذكرتها هنا لسوء العلاقات هنا سيد الصادق أعود إليك دكتور عبد الرحيم استمعت إلى الأسباب التي ذكرها هنا ضيف هنا من الجزائر وبعضها تاريخية حتى ذكر مسألة التأشير والاعتداء على حرمة التراب الجزائري كيف ترد على كل هذه الأسباب على اعتبار أن الجزائر ليست هي السباقة بهذا العداء كما يرى دعيني أوضح وأنت تسمعين الأخ يتحدث فهو غارق في التاريخ يتحدث عن الموتى هل هناك شخص يتحدث عن هذه العلاقات بهذه السيغة ونحن في القرن الواحد والعشرين هل هناك من ما زال يتحدث عن هذا التاريخ يبدو بأننا في المغرب نشكل عقدة للإخوة في الجزائر الفرق بيننا وأقولها بوضوح وهذا تشير للتقارير هو أربعين سنة على مستوى التفكير أحداث أطلس أسني دبرت من طرف توفيق مدين وخالد نزار وهناك شهادات وأحيله في أوروبا على شهادات كريم مولاي الذي يعلن عنها وبأن الجزائر متورطة في هذه العملية ومشاريع أخرى إذن هو يحمل المغرب مسؤوليات واضح بأن الجزائر تملك ورقة وحيدة أوضح لك وأوضح للأخ بأن اللعبة السياسية الجزائرية بنيت على العداء للمغرب لا يمكن للجنرالات والمؤسسة العسكرية أن تحكم في الجزائر بدون أن توجه الأنظار بأن هناك عدو الذي هو المغرب والمغرب بمعنى قدم العديد من الإشارات هناك خطابات متعددة للملك كان يطلب عملية بمعنى أنه يرسل إشارات لجزائر بعملية فتح حدود الآن توقف هذا الطلب لأنه الآن أصبحت جزائر خطر علينا لأن كل تنظيمات الإرهابية موجودة داخل الجزائر وهناك محاولات من طرف القيد صالح ومجموعة أخرى لمحاولة اختراق وتنفيذ عملية في المغرب إذن هذا التاريخ بمعنى أنه لا يريدون التحرر من التاريخ هو أسطورة بنيتك أساطر أخرى من أجل جعل المغرب كعدو والاشتغال على ملف واحد طيب أعود إليك سيد الصادق بدلا من النظر كما استمعت إلى ضيفنا هنا من المغرب بدلا من النظر في هذه الأسباب التاريخية هو يرى أن الجزائر استثمر ورقة الصحراء للخلاف معه مع المغرب ألا ترى أن هذه الورقة هي سبب كل هذه الخلافات وهي حجر العثر الرئيسي الذي يعيق كل مساعي التكامل السياسي والاقتصادي بين البلدين يا أختي الكريمة الجزائر ليست لها مطامع ترابية لا في الصحراء ولا في الأراضي المغربية الذين لهم مطامع ترابية في بلدان الأخرى هم الذين يجب عليهم أن يوضحوا وأن يصفوا حساباتهم وأن يرجعوا إلى رشدهم وأن يبنوا على المستقبل وليس على الماضي نحن تكلمنا عن الماضي من باب التطلع إلى المستقبل ومن باب الاعتراف بالأخطاء والنظر إلى المستقبل الجزائر دائما كانت سباقة هي التي دعت إلى بناء الاتحاد المغرب العربي هي التي استقبلت الملك الراحل حسن الثاني في الجزائر مقابل هذه الدعوات التي تتحدث عنها سيد الصادق من قبل الجزائر لتقوية الاتحاد المغاربي هناك اتهامات من المغرب بقيام الجزائر بحملات ديبلوماسية شرسة تمنع رغبة المغرب بالعودة إلى منظمة الاتحاد الافريقي أقول لك أختي الكريمة ليست الجزائر هي التي طاردت المغرب من منظمة الوحدة الافريقية قبل أن تغير اسمها إلى الاتحاد الافريقي ولكن المغرب هو الذي خرج من منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1984 احتجاج على انضمام الجمهورية الصحراوية إلى الاتحاد الافريقي وافريقيا والدول الافريقي هي التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية وليست الجزائر الجزائر عضو في الاتحاد الافريقي وعندما رجعت المغرب إلى الاتحاد الافريقي لم تعارضه الجزائر بل رحبت به ورأت في ذلك بداية لحل المشكلة وحل حالة كل المشاكل في المنطقة أعتقد أختي الكريمة بأن الجزائر دائما سباقة ولعل الرسالة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة توليه العرش أيضا رسالة واضحة تدل على عمق العلاقة بين الشعبين وكذلك دكتور منارس محلي أعود مجددا لدكتور منارس وعلى في هذه الرسالة التي يرى فيها رغبة جزائرية صادقة في الحفاظ على عمق العلاقات الجزائرية المغربية على ضوء التداعيات السلبية الاقتصادية والسياسية التي يحملها هذه العلاقات المتوترة بين الجانبين ألا ترى دكتور منار ضرورة إنهاء هذا حالة التوتر وعودة تحسين العلاقات في سبيل تحسين أيضا المصالح المشتركة سياسيا واقتصاديا وأمنيا رسائل بوتفليقة نحن حاولنا أن نفحصها بوتفليقة لوحنين إلى المغرب لا ننسى بأن بوتفليقة هو مغربي يحكم الجزائر والأخ يجب أن يعرف بأن هناك مشكل مع المغارب الذين يحكمون الجزائر ومنهم بوتفليقة لهذا يكتب هذه الرسائل بهذا الشكل دعني أوضح له بأنه كانت دعوات من طرف المغرب ويجب أن يعود إلى خطابات الملك محمد السادس كانت دعوات من أجل فتح الحدود دعوات لبناء المنطقة المغاربة لأن نعرفه الخطر نعرف الخطر المشترك ولكن قلت تقريبا منذ سنتين أو ثلاث سنوات توقفت هذه الدعوات لأن الجزائر باتت تشكل خطر الذي يقول بأن الجزائر لم تعارض عودة المغرب الاتحاد إفريقيا دعوه إلى العودة إلى الوثيقة الجزائر تمسكت بمبدأ أسطوري وهو الحدود الموروطة على الاستعمار وفي نفس الوقت يتشجع البونيزاريو بمبدأ نقيد له وهو حق شعفة خلال مصير دعوه يفسر لهذا التناقض إذا كان يعرف جيدا القانون الدولي أعطيه الفرصة ليفسر هذا التناقض في الموقف الجزائري سيد الصادق كما يرى دكتور منار يبدو بأن الأخ لا يقرأ تصريحات اسمح لي أعطيه الفرصة هنا سيد دكتور منار سأعود ليجيب على تساؤلك سيد الصادق بإمكانك الرد المشاهد الكريم يحكم الآن كيف الأخ يتهجم على الجزائر وعلى سيادتها وعلى قيادتها ويتهم الرئيس بأنه ليس جزائريا يعني كيف نفهم هذا إلا من إنسان ربما يحمل حقدا دفينا على شعب بأكمله شعب يعلم الداني والقاصي مدى قوته ومدى عزيبته في التحرر الجزائريون يا أخي يحكمهم الجزائريون صحيح أننا عشنا فترة الاستعمار وفرضت تلك المرحلة بعض الجزائرين أن يولدوا خارج الجزائر ولكن هذا لا ينفي جزائريتهم ولا ينفي انتمائهم إلى الوطن فيا أخي الكريم الجزائر دائما وأبدا تعتمد على المواثيق الدولية وقضية الجزائر ليست طرفا فيها وأعتقد أن قضية الصحراء يجب عليكم أن تحلها مع المجتمع الدولي وخاصة مع الأمم المتحدة والدليل على ذلك الوفود المغربية والصحراوية التي تلتقي في منهاص في نيويورك وتتفاوض كل مرة لم تتفاوضوا مع الجزائر ولكنكم تفاوضوا مع الفوليزاريو إذن الجزائر لا دخل لها في قضية الصحراء الجزائر فقط لها موقف تاريخي واضح من قضايا التحرر في العالم وهذه معروفة وموروثة عن الثورة التحريرية المباركة ما رأيك هنا دكتور منار اسمح لي أعود إليه لماذا لا يتم ترك قضية الصحراء للأمم المتحدة وتسوية هذه الخلافات المغربية والعودة لتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية سيدتي الجزائر وهذه معلومة للجزائريين تقريبا أزيد من 350 مليار دولار التي صرفتها على البوليزاريو بمعنى يجب أن نأذر هذا الحجم ما هي التنمية التي كان سوف يقوم بها في الجزائر إذن كيف يمكن لدولة تصرف هذا الحجم من الأموال أن تتخلى على هذه الورقة الأخ لا ينسى بأنه زعيم البوليزاريو اليوم هو كان موجود في الجزائر ردع من حليب الجنرالات ودعني أريد أجيبه هنا على مسألة المتعلقة بوتفليقة يبدو بأن لديك مشكلة الهوية لا تنسى بأنك تتحدث مع المغرب كدولة أمة انتبه جيدا إلى هذا المصطلح وعود إلى التاريخ أنتم صنعتم هذا الملف صنعتم هذا الملف واليوم تشتغلون على الوحدة لا يعقل أن توجد ملف واحد لدى وزارة خارجية دكتور منار سليمي أعتذر منك ولكن انتهى الوقت تماما رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات كان معنا من الرباط شكرا جزيلا لك كم أشكر أيضا صادق أمين محلل سياسي جزائري من لندن شكرا لكم مشاهدين حصة مغاربية متواصلة معكم ونتابع بعد الفاصل صراع سياسي بسبب التعديلات الدستورية وحملة تحقيقات في موريتانيا واكتشاف مدينة أثرية في تونس تعود للحقبة الرومانية أهلا بكم من جديد لم يكن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موريتانيا نهاية الصراع بين المعارضة والأغلبية بل بدأت السلطات الموريتانية تحقيقات في من ثبتت عاملهم مع رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ويلد بوعماتو تم اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ويلد غدا والتحقيق معه ومع الفنانة وعضوة مجلس الشيوخ بنت الميداح المعارضة اعتبرت تحقيقات حجة واهية للضغط عليها من قبل النظام فيما ترى السلطات الموريتانية في ويلد بوعماتو خطرا يهدد نظام الرئيس الموريتاني محمد ويلد عبد العزيز فهل التحقيقات حجة لتكميم أفواه المعارضة وإلى أين سيؤول هذا الخلاف بين المعارضة والأغلبية صراع التعديلات الدستورية في موريتانيا عرف إلى حد الساعة ثلاثة مراحل مختلفة من بداية التصويت عبر مجلس الشيوخ الذي أسقط التعديلات مرورا باستفتاء شعبي اعتبرته الأغلبية الحكومية انتصار للتعديلات الدستورية فيما رأت المعارضة أن الشعب الموريتاني عارض الاستفتاء وأن المشاركة كانت ضعيفة بحسب تعبير المعارضة الموريتانية ليستمر مسلسل الشد والجذب بين نظام ولد عبد العزيز والمعارضة الموريتانية التي تواجه بعض قواها حملة تحقيقات بسبب علاقة بعض أعضائها برجل الأعمال الموريتاني ولد بوعماتو حسب رواية النظام الموريتاني التحقيقات القضائية أصفرت عن اعتقال عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غدى بسبب علاقته بولد بوعماتو ليشمل مسلسل التحقيقات الفنان الموريتانية وعضوة مجلس الشيوخ المعلومة من سلميد داح إضافة إلى مجموعة صحفيين وبعض أطياف المعارضة المعارضة الموريتانية اعتبرت أن حملة التحقيقات هي محاولة من نظام ولد عبد العزيز إحكام قبضته على موريتانيا وإسكات كل الأصوات المعارضة له أو المعارضة حتى للتعديلات الدستورية فيما رأت الأغلبية الحكومية المؤيدة لولد عبد العزيز أن التحقيقات جاءت بناء على تعامل مالي بين بعض قوى المعارضة مع رجل الأعمال الموريتاني المعارض ولد بوعماتو والمقيم في المغرب صراع ارتفعت حدته بين المعارضة الموريتانية والأغلبية الحكومية بقيادة رئيس الدولة ولد عبد العزيز ولعل اعتقال السناتور محمد ولد غدة والتحقيق مع الفنانة وعضوة مجلس الشيوخ المعلومة من تلمي داح جعل سقف الصراع السياسي في موريتانيا يتخذ منح التصعيد وبدأت التسريبات للرئيس الموريتاني تطفو على السطح تسريبات اعتبرتها الأغلبية محاولة من المعارضة للمس بسمعة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بات المشهد الموريتاني بوركان تظهر أعمدة دخانه السياسي في العاصمة الموريتانية بين التحقيقات وتبادل التهم فيما ينتظر المواطن الموريتاني من يلتفت إلى همومه الكثير من فقر وتهميش وغياب للبنية التحتية توازيه نبرة حادة للخطاب السياسي في بلادي المليون شاعر نبدأ النقاش وأرحب بضيوفي من لندن سيد جلال ورغي مدير المركز المغاربي للبحوث وتنمي أهلا بك كما أرحب أيضا من باريس بسيد محمد مبارك الكاتب الصحفي الموريتاني أهلا بك وأرحب معنا أيضا عبر خدمة سكايب سيد عبد المالك أحمد النشط السياسي الموريتاني أهلا بكم ضيوفي جميعا واسمحوا لي أبدأ مع سيد عبد المالك أحمد من موريتانيا سيد عبد المالك ما هي مبررات إقدام الحكومة على هذه الاعتقالات والتحقيقات بحق الصحفيين والشيوخ السابقين في موريتانيا بالله الرحمن الرحيم يود لي أن نشكر الشعب الموريتاني على انتخابه للاستفتاءات الناجحة بنسبة متفوقة فاتت التوقعات وأقول لك بأن ما يجرى في موريتانيا لتأخذ الموضوع ورحب برئيس الجمهورية في أرض باريس لأن الرئيس الجمهورية وصل إلى باريس يوم في زيارة خاصة وأقول لكم بأن ما حصل في التحقيقات من استدعاعات فهي الشكاوي من أشخاص وبل نكون ديمقراطيين ولندع القضاء يقوم بواجبه والتحقيقات تمر على مسألة نزيهة ولا نستبق الأحداث بهذه التحقيقات لأن التحقيقات مستمرة والقضاء يقوم بواجبه على أحسن الأحوال وأقول لك بأنها ليست تصفيد حسابات وليست هناك حقيقات مع أشخاص عديدة هناك أشخاص عديدة تم استدعاؤهم من شيوخ سابقين ومن أشخاص لديهم وسائل بتسجيلات خاصة كانت تهز تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار في الوطن أقول لك بأن من تخول له نفسه زعزعة الاستقرار فإن الأمن هناك وهناك متابعة دقيقة ودقة لكل السياسيين ولكل الواطنين من أجل تأمين هذا البلد لأشرك معنا في هذه النقطة سيد جلال الورغي من لندن سيد جلال هل تبدو هذه المبررات التي ساقها ضيفنا هنا من موريتانيا مبررة للقيام باعتقالات واستجوابات لصحفيين وشيوخ سابقين في موريتانيا؟ الحقيقة حتى نكون منصفين الاعتقالات وحملة المضايقات تأتي في طار الانقسام السياسي لنقل داخل البلاد بين أطراف كانت داعمة ومساندة للرئيس ولرؤيته في إجراء الاستفتاء من أجل تعديل الدستور وبين طيار آخر يرفض هذا الأمر يتزعم مجلس الشيوخ وبالتالي لا يمكن فصل هذه حملة الاعتقالات والمضايقات على هذا السياق الذي تتنزل فيه وهو هناك خلاف حاد حول إلى ما يشبه الانقسام بين نخبتي البلاد الحقيقة أن موريتانيا للأسف شديد ما زالت تبحث وتتلمس طريقها كبقية للأسف شديد الفضاء المغاربي والعربي تتلمس طريقها نحو ترسيخ فكرة التداول السلمي على السلطة وأعتقد أن جوهر المشكلة هو هذا أن هناك دستور يحدد مدد ولاية رئيس الدولة بولايتين يعني قاربت على الانتهاء ولذلك بدأ هذا الجدل حول فكرة تعديل الدستور طيب واضح إحدى الشخصيات التي تعرضت إلى هذه الاستجوابات ستنضم إلينا الآن عبر الهاتف من واكشوت وهي المعلومة من تلميداح وهي عضوة في مجلس الشيوخ الموريتاني أهلم بكي سيدة المعلومة تعرضتي لمضايقات من قبل الحكومة واستجوابات هل لك أن تضعين في صورة أسباب هذه التحقيقات التي تعرضت لها علما أنك من حزب الأغلبية أيضا شكرا عزيزتي هذه القضية ما هي إلا قضية سياسية من سياس فمجلس الشيوخ بأغلبيته الداعمة الأصلا من الأغلبية الرئاسية فهو رفض هذه التعديلات رفضا يعني كان مفاجئة للجميع لأنه كان لأول برة بتاريخنا الترفض الأغلبية أو تعاكس رأي الرئيس هذا كانت أولى من نوعها فمما أزار غضب الرئيس بشكل ملفت للانتباه وكان من الواضح أن الرئيس تهكم وتكلم بكلام خطير ونعت الشيوخ بالمرتشيين وبالحوانة وبالمفسدين حتى أنه الآن في الشيوخ أمام شرطة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود وهذا كله سبب أن الشيوخ رفضوا هذه التعديلات رفضا شرعيا فالصورة مخوّلهم ذلك وهم برلمانيون وليسوا مذلا تابعين من الناحية العملية لأحد لأن البرلمان له استقلاليته المعروفة يعني فهو سلطة مفاصلة نعم واضح أشكرك جزيلا إذن هذا الاستجواب الذي تعرضت له هو ناتج عن موقفك من رفض هذه التعديلات الدستورية أشكرك جزيلا سيد المعلومة من المداح عضوة مجلس الشيوخ الموريتاني السابق شكرا جزيلا لوجودك معنا أتحول الآن إلى سيد محمد مبارك الكاتب الصحفي من باريس وأرحب به معنا سيد محمد يعني كيف تنظرون إلى هذه الاستجوابات وما الهدف منها شكرا نحن أمام قضية جوهرها في الحقيقة هو جوهر سياسي بينما ظاهرها قد يحاول النظام أن يظهره بأنه ظاهر قضائي أو قانوني ولكن مع الأسف القضية قضية سياسية بامتياز النظام يحاول أن وهذا من إطار التباعيات الاستبتاءة الدستوري الأخير الذي صوت عليه بالفعل كما أضافت الشيخ المعلومة النواب الممثلين لشعب موريتاني في غرفة مجلس الشيوخ بالرفض النظام يحاول أن يعاقب الشيوخ اللي نرافضوا التعدلات الدستورية على مواقفهم من ناحية أخرى هناك قضية قانونية معروضة أمام القضاء الموريتاني والخاسر الأول في هذه النازل هو القضاء الذي عليه أن يثبت بكل جدارة أنه فعلا قضاء مستقل ونزيه وعادل باعتبار أن الذين تمت تحقق معهم تمت توجيه التهم لهم بتلقي أموال بتلقي رشاوي هم مواطنون موريتانيون كانوا بعضهم صحفيين سنسأل حول هذه النقاط التي ذكرتها سيدي ولكن هم جميعا يتفقون على نقطة واحدة هي معارضة النظام سيد عبد المالك استمعت إلى سيدة المعلومة بنت الميداح وهي أحدى من تم استجوابهم وأيضا استمعت إلى ضيفنا من باريس سيد محمد جميعهم اتفقوا على أن خلفية هذه الاستجوابات هي سياسية ما رأيك؟ أنا أقول لك بأن هذا البكاء على الأطلال بأن مجلس الشيوخ أصبح من الماضي وأتكلم عن الأمور بدقة بأننا نحن كديمقراطيين احترمنا مجلس الشيوخ واحترمنا بأنه صوت بنسبة 23 مقابل 20 صوت وتم اللجوء إلى مادة قانونية هو الاستفتاغ عبر صناديق الاقتراع نحن نتحدث الآن عن هذه الاستجوابات هنا سيد عبد المالك ما الهدف من هذه الاستجوابات؟ هل هي بالفعل تصفيات حسابات شخصية؟ سأتي بعد الإجابة قليلا على ما تفضل به الأخ والأخت المعلومة أقول لك بأن مجلس الشيوخ صوت بنسبة لحاجة في نفسه عقوب كان هناك سبب لأن مجلس الشيوخ سيتم حذفه في التعديلات الدستورية ولذلك صوت مجلس الشيوخ من أجل لا لكن صوت بنسبة لهذا 20 مقابل 20 وقد احترمنا هذا التصويت بروح ديمقراطية ولجانا إلى تنادق الاقتراع وهي الذي صوت فيها الشعب الموريتاني بنسبة ما يزيد على 80% وهذا دليل على أن الشعب الموريتاني هذا فيما يتعلق بمجلس الشيوخ نتفق معك ولكن ماذا عن الصحفيين لماذا يتم استجواب عدد من الصحفيين حول خطهم التحريري ألا ترى في ذلك مسعى لتكميم الأفواه ويتنافى هذا مع الخطاب الرسمي بالدفاع عن الديمقراطية للنظام أقول لك لا علم لي لا علم لي بأن استجواب هناك صحفيين هنا تم استجواب السيدة المعلومة الميداح وتم استجواب وقد تم التحقيق معه وتحقيق مستمر ولنكون في دولة ديمقراطية قانونية يحترم فيها القانون وتحترم السلطة التشريعية التي تقوم بالتحقيق ولندع القضاء يقوم بالتحقيقات لأن هناك أساليب للتحقيق دقيقة يقوم بها الأمن بالشرطة القوات التي تقوم بهذه التحقيقات لأن هناك كانت طريقة لزعزعة الأمن والاستقرار وطريقة لمظاهرات غير شرعية وهناك مسائل عديدة أقول لك بأن أحترم هذه الأشخاص كديمقراطيين لكن زعزعة النظام وكل ما يمر بأمن الدولة فهو أمر يجب على المعارضة وموالاة أن تقوم مرة يقول سيد جلال استمح لي أنتقل لسيد جلال استمعت إلى وجهتي نظر هنا سيد جلال للمعارضة من ترى في رأي حقها إبداء رأي فيما يتعلق بالاستفتاء وبين الحكومة من ترى في هذا الرفق من المعارضة زعزعة لأمنها كيف تنظر إلى وجهتين نظر هذه نعم المشكلة مثل ما أشار الأستاذ من موريطانيا هو أنه أصلا جزء من الذين صوتوا جزء كبير من الذين صوتوا ضد ما يريده الرئيس بحل مجلس الشيوخ والذهاب لتعديلات دستورية هم أصلا من الأغلبية الحاكمة وبالتالي حتى فكرة التصنيف المعارضة والموالات لا يبدو دقيق تماما ولكن أنا أريد أن أقول المعارضة على الأقل لفكرة الاستفتاء هي فقط تبدي حقها في إبداء رأيها نعم من حقها أن تبدي رأيها والمشكلة الثانية هو أنه يبدو مثل ما أشرنا أن المزاج السلطة الموريطانية التقطت المزاج العام الذي بدأ سائدا اليوم للأسف شديد في أفريقيا وحتى المنطقة المغاربية نوعا ما من التراجع التدريجي أو لنصح التعبير الانتكاسة عن المسار الديمقراطي بصفة عامة وبالتالي محاولة التحكم في السلطة والنظام والتمديد للأنظمة القائمة ولذلك في تقدير القراءة الأساسية هو أن هذه الخطوات التي مضت باتجاه السلطة في موريطانيا هي من أجل الاستمرارية من أجل الحفاظ على النظام القائم ومن أجل الحيلولة دون تكريس سيد جلال اسمح لي أعود مجددا لسيد محمد سيد محمد مبارك من باريس استمعت إلى ضيفنا من موريطانيا هو تحدث أن الأفراد الذين تم اعتقالهم تورطوا في عمليات تمس بأمن الدولة هذا أولا ثانيا إذا كان هناك قضاء لما لا يأخذ القضاء مجرى وهناك تحقيقات هنا مرباط الفرس أولا أنا لا أعرف من أين يأتي ضيفكم الكريم من باريس بمعلوماته ومصادر أخباره الملف واضح وموجود في وسائل الإعلام هناك توجيه لتهم لثلاثة عشر نائب عن قرفة مجلس الشيوخ عضو سابق مجلس الشيوخ هناك رجل أعمال في حالة فرار هو محمد الدباق وهناك ضابط في الجيش الموريطاني وهناك أربعة صحفيين يريد أن أضيف إليه بعض المعلومات التي قد تكون غايبة عنه أنه أيضا تم بالأمس اتخاذ قرار على مستفى غرفة التحقيق الأولى بسحب جوازات سفر المشمولين في الملف هنا أريد أن أضيف نقطة أن الخاسر الأكبر من هذا التجاذب السياسي هو القضاء الموريطاني القضاء عليه أن يثبت كما أشرته في بداية مداخلتي أنه قضاء نزيه ومستقيل وعادل وبالتالي فإنه ملزم أن يبين أن القضية وهذا من حق الشارع الموريطاني يعني بالحق أن القضية هي قضية خلاف سياسي هي قضية تصويت حسابات سياسية بين نظام ومعارضة أو بعض القوى الداخل النظام التي خرجت عليه فيما بعض هناك اتهامات سيد عبد المالك للقضاء الموريطاني بكونه غير مستقل وهو مسيس كيف ترد على ذلك أنا أقول لك بأن ما يقول ومحنو باركه رأي بعض المعارضة التي تقوم بتطخيم الموضوع وتقوم بتطخيم مسألة قضائية التي تم التحقيق بها والمحكمة لم تزي في نتائج التحقيق لم تتم حتى الآن وهناك استدعاءات من أطراق عديدة ولكن ملالك اتهامات أيضا للنظام بمورسة خروقات خلال التحقيقات طلت عدد من الشيخ السابقين الذين يتمتعون بحصانة ديبلوماسية هنا نعم لأن قد ذبتت هناك مكالمات صوتية بين هذه الأشخاص ومحمد الغد وأشخاص عديدة تم استدعاهم وهناك أموال تم تسريبها من أجل القيام بمسائل عديدة أنا أقول لك بأن ما قالوا محمد بارك بأن استدعاء بأن الأشخاص قد تم سحب جوازات سفرهم سابقا منذ أسابيع ولكن ألا ترف ذلك خرقا لحصانتهم البرلمانية أنا أقول هم ليس بارلمانين هم بارلمانين سابقين أقول لك لو صح لك المجلس الشيوخ لا يوجد حتى الآن ليست عنده مجلس الشيوخ سابقا وبالتالي سيد جلال هل هنا فقدوا هذه الحصانة الدبلوماسية ما رأيك سيد جلال باختصار هم شيوخ سابقين عفوا لم أسمع للسوئة هو يتحدث أن هذه الاعتقالات بحق شيوخ سابقين هي دستورية على اعتبار أنهم فقدوا الحصانة البرلمانية لا الحقيقة هي في النهاية الاعتقالات هي انتهاكات أولا بعضهم جرى أصلا اعتقال قبل أن يتم حل المجلس الشيوخ ثانيا أن الاعتقالات غير مبررة سواء كانت لشخص له الحصانة أو ليست له حصانة لأنه في النهاية هو مواطن له حقوق المواطنة وبالتالي يجب أن يكون محمي بحكم القانون والقضاء وأنه لا يجب استعمال أدوات للتصنط عليه من أجل استعمالها لمحقاضات ومحاكمات هذا بالعكس يدلل على أنه هناك تربص وهناك البحث عن الأدلة واتضحت الصورة سيد جلال الورغي أشكرك انتهى ملفنا هذا شكرا جزيلا سيد جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحوث وتنمية والذي سيبقى معنا في ملفنا الأخير في هذه الحلقة أشكر أيضا من باريس سيد محمد مبارك الكاتب الصحفي الموريتاني وأشكر أيضا معنا كان عبر خدمة سكايب سيد عبد المالك أحمد والنشط السياسي الموريتاني شكرا لكم ضيوف الكرام مشاهدين فاصل قصير ومن ثم نتابع موسيقى اكتشاف مدينة ثارية في تونس تعود للعهد الروماني موسيقى على جزء على جزء كبير من المدينة الغارقة على مساحة 20 هكتار لتشكل وجهة سياحية جديدة نيابولس تعني باللغة اليونانية مدينة جديدة هي مدينة رومانية قديمة تنتشر بقاياها في جميع أنحاء مدينة نابل التونسية وتحديدا بالقرب من شواطئ المحافظة حيث تمكن عدد من علماء الآثار الإيطاليين والتونسيين من اكتشاف مدينة رومانية غارقة في البحر المتوسط بعد حفريات دامت سبع سنوات وتم العثور على جزء كبير من المدينة الغارقة على مساحة 20 هكتار هو معروف أن اشتاح البحر في القرن الرابع بعد الميلاد بالضبط سنة 365 ميلادي و20 هكتار منه يوم يمثل ثلاث البلاد قاعدوا حاليا في تحت أعماق البحر على بعد 200 متر من السحل عملوا ستة عمليات غوص تسمى علم الأثار تحت الماء وتحصلوا على نتاج محبوش يقولوا عليهم مطوعة مازاله وحتى مازال البحث متواصل والاستكشافات مازالة متواصلة في هذا المكان تم العثور على مئات الأحواض التي كان يستخدمها أهل المدينة لتمليح الأسماك إضافة للعثور على علامات للمعالم الأثرية لنيابولس من ما جعلها قبلة سياحية جديدة في تونس للتعرف على عدد من معالمها التاريخية يزوره السياح الاطلاع على مكوناته ورموزه وكل ما يحتويه من آثار متمثلة خاصة في الفوسيفوساء هذا بدرجة أولى الفوسيفوساء الرومانية موجودة في موقع النيابوليس هي من أهم من أبرز الفوسيفوساء العالمية هذا الموقع أيضا هو مرتب عالميا ضمن اليونسكو ضمن المواقع الأثرية العالمية وحسب ما كشفته الأبحاث فإن زلزالا كبيرا على شكل سونامي كان قد ضرب المدينة في منتصف القرن الرابع بعد الميلاد مما تسبب في غرق جزء كبير منها تحت مياه البحر هنا ما تبقى من أنقاض للمدينة الرومانية الأثرية في محافظة نابل التونسية لتتحدث عن تاريخ عريق وسنوات طوال من الحضارة ولتشكل وجهة سياحية جديدة للسياح في البلاد ياسر دبابش الغد من محافظة نابل شمال شرقي تونس نبدأ نقاش وأجدد الترحيب بسيد جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية في لندن الوطني للتراث والأثار أهلا بكم ضيفي الكريمين دكتور فوزي أبدأ معك كيف تم اكتشاف هذه المدينة الرومانية الأثرية في محافظة نابل التونسية وما أهمية هذا الاكتشاف هذه الأثار وقع رصدها منذ سنوات قليلة منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا وفي هذه الصائفة في شهر جويديا الماضي تم تعرف عليها بصفة دقيقة تم أيضا تشخيص الأثار التي وقعت رؤيتها وتبين أنها امتداد للحي الحرفي لمدينة نابل اليوم وهي مجموعة هامة تبين أن الحي الحرفية الذي يجتمل على عدد كبير من الأحواض لتشفيف السمك ولتمليحه كانت ربما أكبر مما كنا نتصور في السنوات الماضية وتبين أيضا أن عدد كبير من هذه الأحواض هو بالفعل مغمور على عمق حوالي متر إلى أربع أمتار وهنا لك أيضا الآن دراسات فيما يخص سبب هذا الغمر مثل ما جاء في التقرير هنا لك إشارة إلى زلزال لا أعتقد شخصيا أن هناك وقعت سنامي لأن البلاد التونسية غير معارضة لهذا النوع من الكوارث الطبيعية ولكن الأغلب على الظن أنه نتيجة فيضان بحري وهذه ظاهرة موجودة في القديم منذ العهد الروماني في البلاد التونسية وربما هذا هو السبب الذي يجعل أن هذه الآثار هي اليوم مغمورة ولكن الأهم من كل هذا هو أن هذا الاكتشاف يجعل من مدينة نابل القديمة مدينة نابوليس هي ربما من أهم مواضع وأماكن تشفيف وتمليح الأسماك واستخراج الحساء الذي كان معروف في الفترة الرومانية وكان مطلوب جدا هو ما يسمى بالقروم وكان يصدر وكان يستهلك بكميات كبيرة وكان أيضا له ثمن غالي إلى حد دمع اسمح لي أعطي فرصة لسيد جلال الورغي كيف تنظر إلى أهمية هذا الاكتشاف سيد جلال وكيف من شأن تونس أن تستفيد منه وأن تستثمر وتقوم بتسويقه هو الحقيقة قد نجازف ونقول أن هذا الاكتشاف لم يكن مفاجئا لسبب بسيط هو أن هذه المنطقة تونس بأسرها فضاء مفتوح على حضارات كثيرة ولذلك استقرت فيه حضارات متتالية حضارات رومانية القرطجنية وخاصة الحروب التي جرت كان هناك صراع حقيقي وكبير على هذه المنطقة باعتبار موقعها الحيوي ولذلك هذا الاكتشاف هو في الحقيقة يبعث برسالة للمسؤولين في البلاد لأن هذه المنطقة وهذه البلاد تحتوي على ثروات حقيقية ولها من الثروات التراثية الكثير وليست هذه المنطقة الوحيدة هناك مناطق كثيرة تمثل لها بعد حضارية كبيرة على غرار مدينة قفصة في الوسط التونسي مدينة الكاف في الشمال الغربي المعروفة بمصي نيسا وهذه الشخصيات الرومانية والقرطجنية المعروفة فضل عن حنباعل والأثار في قرطاج وبالتالي تونس في الحقيقة لا تزال بلد لم يكتشف بعد على مستوى الأثار التاريخية وعلى مستوى أثار الذي يوجد فيه الدقيقة الأخيرة دكتور فوز هذه المدينة التي يعود تاريخها 365 عاما كيف سيتم الحفاظ على هذا الموروث التاريخي وحمايته وما المطلوب الآن من السلطات التونسية في هذا الصدد والله السلطات التونسية بصدد حمايته وبصدد اكتشافه أول شيء الحماية يكون بالتوثيق والمعهد الوطني للتراث بالتعاون مع جماعة السلسري ووزارة الدفاع الوطني يقوم الآن بتوثيق كل ما تم العثور عليه توثيق بالصورة توثيق بجمع الأمثلة توثيق أيضا بكل تقريبا الوسائل العلمية المتاحة اليوم أعتذر منك انتهى الوقت دكتور فوزي محفوظ أشكرك جزيلا المدير العام للمعهد الوطني للتراث والأثار كما أشكر أيضا ضيفنا من لندن سيد جلال الورغ مدير المركز المغاربية للبحوث والتنمية شكرا لكم ضيفي الكريمين مشاهدين بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة